الرئيس بينفذ الأجندة الوطنية للمواطن المصري، للشعب المصري، للمجتمع المصري، وأيضاً للقضاء المصري حيث قال منصه لن يكون للإخوان المسلمين في مصر أي دور ما دمت موجوداً تاني، لن يكون للإخوان المسلمين أي دور في مصر ما دمت موجوداً تصريحات رئاسية للصحف الكويتية وسائل إعلام بشكل قاطع الرئيس أيضاً قال لن ننسى موقف الكويت وأمرها في مساندتنا بالأوقات العصيبة تحدث الرئيس عن سوريا وقال بدأت سوريا بتتعافى من الأزمة وتحتاج جهود ضخمة لإعادة الإعمار تحدث الرئيس وقال خرجنا بسلام من الفوضى خرجنا بسلام من الفوضى والشعب المصري لا يقبل بعودة الإخوان قالت الإخوان ورأى الفوضى الخلاقة التي دمرت العديد من الدول العربية ومنها اليمن وليبيا الرئيس قال أطالب بتجديد الخطاب الديني فالدين لا يتعرض مع الحياة والتآمر ليس في قاموسي ولا في قاموس مصر أعتقد أنه دستور أخلاقي ودستور واضح المعالم بكلماته لا تحمل أي معنى آخر لا وجود للإخوان المسلمين في مصر على الإطلاق لا حالياً ولا مستقبلاً بكلام محدش لا أريد ولا نريد ولا نقبل أن نستمع إلى كلمة مصالحة من أحد الباحثين عن شهرة زائفة هنا أو أحد الباحثين عن هناك لا نقبل أي كلمات واردة لا من يوسف نادا ولا إبراهيم مونير ولا هنا حسن نفعة ولا هناك محمد البندي كل هذه الأسماء فقاعات إخوانية وصدى لطبلة إخوانية انتهى زمان الإخوان انتهى زمان الإخوان على مدار تسعين عاماً كان الإخوان بيعيشوا من مناورة إلى مناورة ومن سلطة إلى سلطة يتلونون من أيام الملك إلى أيام صورة 23 يوليو 52 مع عبد الناصر ثم السلاة ثم مبارك ثم في فترة حكمهم التي فضحهم الشعب والآن هي المرة الأولى في تاريخ الجماعة منذ تسعين عاماً الذي يتم اتخاذ قرارات غير مسبوقة قطع جزور الإخوان من حيث الجزور الاقتصادية الجزور الفكرية والتعليمية وأكبر وأضخم عملية تطهير المجتمع والوطن والدولة المصرية من الإخوان بتتم في هذا الزمان وأنا لهذا الجيل أن يفخر بهذا ويستمر في كفاحه من أجل التخلص مما بقى من فلول الإخوان